في البداية الف مليار مبروك للمنتخب التونسي. والف مليون مبروك لمشاجعين المنتخب التونسي. بس فيها عطب بسيط بس على شتيب جلال القادري. انا حسيت ان انا بتفرج على عبرات تونس وليجيريا كوبي بست. اه فيه روح وفيه رجولة وفيه عزيمة وفيه اغراضة. وفيه دفعواف كويس. اه فيه خطورة بالنسبة لمنتخب المالي. بس انت ناسي حاجة مهمة. ان مالك ان بتلعب عشر لعيبة. فين الافكار الهجومية. فين الجراءة. فين الشخصية معلم. انت مفروض كنت تخلص شروع تاني. وانت سجلت هدف او خلصت الموضوع بدري بدري من مالي. انما انت سايب الكرة التسعين دقيقة للمنتخب المالي. رغم ان هو فيه طارد حصل في دستا وتلاتين. دي بس العتاب الوحيد على السيد جراء القادر. لان انا بصراحة كان نفس المنتخب التونسي يكسب اثنين وتلاتة عشان يخلص من الموضوع بدري. انما حتت ان المنتخب التونسي يفضل مسجل هدف والمنتخب المالي يفضل راكب الجيم لحد داخل دقيقة. وبيلعب عشرة. بصراحة دي كانت بتوجه على البطن اللي هو كل كرة عرضية انت مقلق فيها. بشير بن سعيد بيطلع بيخبك في اللعيبة وكرة بترد لعبة مالي. اللي هو انت حس ان فيه روشة جوة الملعب. مع انك لو ركزت كانت لايك. ده بلد تلعب عشرة. والمسخيك بتاعه مضروض. المراج بالسال كل ده. نطلع يا عام نهاجم. احنا معنا جودة كويسة ومعنا خامة كويسة. بقى بنلعب في مالي. بس معنا جودة. ومعنا خامة تسمح لنا ان احنا نسيطر عن نص الملعب. قاعدين نتكلم على الحمد علي بالرمضان. واعدين نتكلم على غلان شعلاء. غلان الشعلالي. واعدين نتكلم على العيسة العيدون. انت معك نص ملعب جامع داوي. حتى كمان عندك منيس بن سليمان عرض الدكة. انت نزلته. العيد ممائز جدا. انت عندك نص ملعب محترم. ما سيترتش على المباراة. وانت حداشة ضد عشر ازاي. ما فيه حاجات كده لازم تتكلم فيها. المنتخب كاسبان والمنتخب الماتش التاني العودة في تونس. بس فيه حاجات كنت ممكن تخلصة من هنا. النبا ليه تساقع بالدنيا على نفسك والموضوع تساهل. مش فاهم يعني الفكرة. بس هارجعتان وقولك كان فيه جرينتا. كان فيه روح. كان فيه ارادة. كان فيه حظ. لازم يكون عنده التوفيق. لان المنتخب التونسي ما ضيعش اكتله شهد الاول. بس ربنا يوفقه بهدف ذاتي بالنسبة للمنتخب المالي. المنتخب التونسي النهاردة عتب عليه انه كان ممكن يخلص المباراة من هنا تلاتة. بس مع الاسب الشريط الشخصية قررت ان هي ترجع تدافع وتستغل ان هي متقدمة. طب ولو تعديلت وبيلعبوا عشر. كان المنظر بقى عاملت ازاي. انا عارف ان الكلام بيطلع على النتائج. يعني النتائج النهاردة يا جابية. الناس يقول لك اداء عظيم وجرين طوعا بقرية. طب ما افركوا التعدالتك. اديني من نسبة لك وتروح ازاي? انك بالله لو ركزت على الحصايات. هتلاقي ان انت عشر تزديدات راحوا عليك. تزديدة واحدة على المرمى. وسبعة تزديدات خارج المرمى. وكاف تزديد اتنين. انت شط مفروض ان هي سبعة. واحدة بس على المرمى. وتلاتة واربعة خارج المرمى وكاف تزديدات. هتقول لي ايه ده من الاركام كويسة ايه? اقول لك الاركام كويسة اه بس الاداء جوه المالة بالموضوع صعب. لان انت بتتكلم على منتخب مالي كان بيلعب عشر لعيبة. وهارجع عيج وزيد في موضوع عشر لعيبة. هتقول لي مع الارضية والجمهور. اقول لك يا عم انا كنت راجل طماعه وعايز المتخب التونسي خلص الموضوع بدري بدري. انت راجل متحفز دي مش بتاع تانا معلش. طب التخيرات. التخيرات الراجل غير من بداية شولة تاني. ده غير في الديقة خمسة وثمانين اللي هو انيس الكنيس ده غيرات طريبا عامل زي بيب عندنا. مرتضى بانو الناس ما كان نعيم السوليتي. انيس بن سليمان مكان يوسف لمساكني. مازل انيس بن سليمان مكان يوسف لمساكني. هيلحب اربعة في نص الملعب حرفيا اللي هو. طب يلحبه عشر. طب يا سيلي خنيسي ما كان في الدين الجزيري. في الدقيقة خمسة وستين. فين يا معلم الافكار اللي جميع? مش مهم الافكار اللي جميع. المهم اللي حاسع المنتخب التونسي جسي. لا اكتر ولا اقل. هجول لي الله مصري سولي ترينجة اعطت عليك اقول لك والله برو انا كنت مع الله كان مك تجيب التاني والتالت. وانك ربنا يكرمك من مالي. لا اكتر ولا اقل. وبعدين لا تنسى ان ولدنا علوله نجمل مباراة بالنسبة لمنتخب التونسي. حبيت او عبيت مابننا علوله قدم مباراة مميزة. وبصراحة نقدر قدم مباراة كويسة هو منتصر طالبي. وطبعا محمد دراجر. وهنعيد ونزيد نصف مرحب منتخب تونسي يخليه يمسو كرة قدام التخين. بس مع الاسف شيرتها الافكار الفنية اللي بتخلي ادينا بالنسبة لعبة المنتخب تونس تبقى باين ان هي متراجعة شوية. مليون مبروك للمنتخب التونسي. الف مليار مبروك للجمهارية التونسية. ان شاء الله بازن الله نحتفل كلنا. في رادس في المباراة العودة ان شاء الله لان تونس بدأ اتفط رجل ونصف سعود لكسف عالم قطر عشرين وانفرح كلنا وندعي كلنا المنتخب مصر ربنا ينطعب السلامة قدام المنتخب السنغالي. لو عقبك الفيديو اعمل لايك. ما عقبكش الفيديو. يلا ندعي كلنا المنتخب مصر قدام السنغال دلوقتي.